السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 12 من الفصل الرابع ونتناول نوع آخر من السيرفز دفكت وهو الجرين باوندرز الجرين باوندري is a general planar defect that separates regions of different crystalline orientations within polycrystalline solids يعني الرسمة اللي قدامنا رقم A بتحبر في الحقيقة عن الجرين باوندري الجرين باوندري اللي هو عبارة عن planar defect بيفصل بين اتنين regions ده بنسميه green وده بنسميه green فالمنطقة اللي بينهم بتبقى اسمها green boundary تمام يبقى هو بيفصل بين اتنين regions كل واحدة واخدى orientation من الكريستال A من الكريستال line طيب يبقى زياتهم in the green boundary will not be perfect crystalline arrangement وبالتالي الزرات في الجرين باوندري ما بتبقىش واخدى ترتيب منتظم من الجرين لانها لواخدى ترتيب منتظم من الجرين كانت تبقى تبقى الجرين اليمين او الجرين الشمال او اللي فوق او اللي تحت الجرين باوندري are usually the result of uneven growth when the solid is crystallizing او green size vary from 1 micron to 1 mm عندي الجرين باوندري الصيز بتاعه يفري من 1 micron to 1 mm وهو في الحقيقة بينتج نتيجة عن وجود نموه في البلورات او نموه غير طبيعي في البلورات وبالتالي بيحصل الجرين باوندري هنا في الحقيقة الرسمة دي بتوضع The atoms near the boundaries of the three grains do not have an equilibrium spacing or arrangement احنا قلنا الكلام ده ان الجرين باوندري مشو اغضع ايه ترتيب عندي الجرين باوندري in stainless steel ده الرسمة دي بتوضح الجرين باوندري فيه ال stainless steel طب هو الجرين باوندري في الحقيقة بيتميز بانه هو دل تشجيب بتاعته او الفرين انرجو بتاعته عالية جدا وبالتالي عندما تتعرض الماتيريال الى الكروزي في ميديا فان اول ما يحدث الكروزان او التأكل يحدث على الجرين باوندري لان المادة بتظن نفسها انها تصل الى مرحلة استقرار بهذه العمل لكن يعني وجود الجرين باوندري هما يظهر المايكروستراكشة اللي انا شايفينه تمام؟ لان الكروزي في ميديا تأكل في الجرين باوندري وبالتالي تظهر للحبيبات حجمها او اتجاهها فقدر ان انا يعني اعمل عملية انفرسيجيشن دي الجرين باوندري من خلال المايكروستراكشة